لا يزال هذا المشهد راسخا في عقول الأردنيين مشهد سبقته أحداث متتابعة استشهد على إثرها ستة رجال من أجهزة أمنية وعسكرية كما أصيب آخرون بين أمنيين ومدنيين وبسرد القصة زمنيا فقد بدأت بالاشتباه بوجود خلية إرهابية إثر انفجار قنبلة بدائية الصنع كانت مزروعة تحت أحد مركبات قوات الدرك المكلفة بحماية مهرجان لفحيص وبالاستناد على معلومات استخباراتية دقيقة استجابت الأجهزة الأمنية لها وهرعات لمداهمة عمارة في منطقة نقب الدبور في الصلط كانت مخبأا ووكرا لعدة إرهابيين ناقشوا فيها مخططاتهم ومع لجوء الإرهابيين لتفجير المبنى قتل منهم ثلاثة وتم توقيف خمسة آخرين تم من خلال استجوابهم الكشف عن تفاصيل خططهم لاستهداف المخابرات العامة واستخبارات البلقاء إضافة إلى دوريات أمنية وبعد أقل من شهرين على حادثة خلية الصلط الإرهابية أسند مدعي عام محكمة أمن الدولة ثلاثة عشرة تهمة على أربعة عشر متهما بينهم ثلاث سيدات تتلخص جميعها بالقيام بأعمال إرهابية وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة واستخدام أسلحة فضلا عن الترويج لأفكار تنظيم داعش الإرهابية ومبادئه